التقى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالباتريارك الكاردينال لويس رفائل ساكو باتريارك بابل الكلدان الكاثوليك والذي يزور مصر على الرأس وفد كنسية وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس الشيوخ أن مصر تقف دائما بجانب العراق في كل ما من شأنه الدفع قدما نحو استقراره وأمنه من جانبه أرباء باتريارك بابل الكلدان الكاثوليك عن سعادته لزيارة مصر ووجوده في مقر مجلس الشيوخ المصري مثمنا الدور المصري في دعم ومساندة العراق